السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء وأهلا وسهلا بكم في مادة علم المواد 2 محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز الآن سنتحدث عن الجزء السادس من الشبط الرقم واحد اللي هو بيتولى بقى عملية يعني إيه إنجينيرينج ماتيريال يعني إيه تصنيف المواد تبقى لطبيعة المواد أول شيء إنجينيرينج ماتيريال إنجينيرينج ماتيريال في الحياة معناها إتزال ماتيريال ذات إنجينير يوز دي اندزاين يعني هي المواد الهندسية التي يستخدمها المهندس في التصميم بمعنى عندما يضع المهندس تصميما ما فهو يحتاج إلى نقل هذا التصميم من عالم الافتراضي العالم الخيالي اللي هو على الورق أو على فايل إلى عالم حقيقي في شكل منتج طيب إذا كان هينهله في شكل منتج فأي نوع من أنواع الماتيريال سوف يستخدمها عشان كده دي سميناها الإنجينيرينج ماتيري يبقى الإنجينيرينج ماتيريال في المنطقة البساطة هيعبار عن المواد اللي بيستخدمها المهندس في التصميم حتى يحول التصميم الافتراضي إلى واقع عملي يمكن أن يستخدمه الإنسان ويستفيد منه ففي الحقيقة هنبدأ نصنف المواد الهندسية تبقى ليه ثلاث تصنيفات إما لطبيعة المواد أو إما ليه أو البناء البنوري أو إما ليه أو الوظيفية طيب لو حبيت أن نصنف المواد تبقى ليه طبيعة المواد هيبقى عندي تصنيفين كبار إما المتاليج ماتيريال أو ننمتاليج ماتيريال يعني إما المواد العامة اللي عندي الهندسية إما نكون مواد معدنية أو مواد غير معدنية طيب ماذا لو كانت المواد معدنية يبقى بصنفها لتصنيفين كبار إما يكون فرس أو ننفرس يعني يا مواد حددية يا مواد غير حددية وعلى سبيل المثال مثلا المواد الحديدية ممكن يكون عندي الصلبة والسبائج بتاعته ممكن يكون عندي الكاستا ايرن أو الحديد الظهر والسباك بتاعته ممكن يكون عندي الطول ستيل صلب العيد أو سبيد ستيل صلب الصراعات العالية أو الكاربون ستيل الصلب الكربوني أو لو حصلنا في النن فرس أو المواد غير الحديدية يكون عندي بقى الألمينيوم اللويز اللي هي السباك الألمينيوم أو سباك النحاز أو سباك التيتانيا أو سباك الماغنيسيوم في الحقيقة كل دي أمثلة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لأن احنا في الحقيقة سنتولى بالدراسة والتحليل في شرط الرقم 8 مثلا الفيروس ألويز وفي شرط الرقم 7 الفيروس ألويز طيب لو حصلنا في المواد تبقى ليه مواد غير معدنية يمكن يكون عند مواد طبيعية باستخدمها زي ما هي أو مواد مصنعة فلو كانت مواد طبيعية عند الربر أو المطاط الطبيعي عند الساند الرمل عند الوود الخشب عند الستون اللي هي الحصر أو الأحجار أنا باستخدمها زي ما هي في الواقع العملي طيب أما المواد المصنعة ممكن تكون جلاس الإزاز أو ممكن تكون بوليمرز المواد اللادن أو ممكن بابرز الورق اللي احنا بنكتب عليه في الحقيقة كل هذه التمثيلة على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر